السلام عليكم مرحبا بكم اخوتي اخواتي في فيديو جديد ودائما وابدا في بحثنا الدائم حول الجديد المباريات والمستجدات اللي جديدة خاصة بالوظيفة المغربية ان شاء الله في هذا الفيديو ده نتكلمو حول الاخبار المباريات القادمة ان شاء الله وكذلك غادي نتكلمو على الشروط المطلوبة للولوج الى هاتي المباريات وكذلك واش حتى البناس ممكن على النوم يتسجلو فى المباريات اللي جاية ان شاء الله ادوما الاسئلة اللي عجوبوها في اليوم اليوم وهذا اول فيديو ديال اليوم ان شاء الله اذا بدو باول مباراة فخليوكم معنا حتى الاخر باش تعرفوا جميع الاخبار المباريات والمستجدات بالمغرب وقبل هالخطمة نبدو ندخلو فى اول مباراة نتكلمو لها مكرراناكمش كذلك تسجعونا فاتسجاعت ديالكم يالك تخلينا انا نصامر فاتسجاعتكم في باسطة جدا فقط لايك للفيديو وفارتاجي الى قدرت سيوشي تعليق محفز فقط على الشي اللي مطلوب منك وكذلك الشرك بالقناة وتفعيل زيال جارس الى ما كنتش مفعلو باش وصلك اي جديد الى كنت مهتم بطبيعة الحال بالمبارايات والمستجدات الجديدة في المغرب مهم نكملو لكم وما نطاول شه لكم ندخلو المباراة الاولى اللي هتكلمو عليها وهي مباراة ادارة السجون اينات بنسبة ادارة السجون دوكور فهي المباراة فاتسك كما انتم ما عارفين والان فالدوكور كاينين اختبارات ديالهم اللي هي حول الرياضة وكذلك المرعيجي اختبارات شفه وفت وفق لكم كاملين الذالي اللي كسمعونين فهذا الفيديو هذا واللي هوا ما دفعوا لعد المباراة ديال ادارة السجون وده بعد تكلمو على الاينات اللي جاية مباراة ديالهم قريبة ديال ادارة السجون ولي العدد ديالها ما يكونش صراحة بزاف مقارنة بالسنوات القادمة دواء الاخبار اللي كروجو حول هاتي المباراة فالمباراة مقالش بزاف الاسابيع القادمة القليلة عادية تحط فتسنوها لبنات انكم تسجلوا فيها وقتا فتسنوها في القارب وكذلك ما يكونش جديد عليها راحنا ما غادش ننسوكم واكيد نحطوه في القناة عدنا بالنسبة الشروط الولوج لهاتي المباراة بالنسبة لبنات اللي ما عارفين عليها تشي فكرة فالشروط فياك الاتي السين يكون عندك 21 سنة كاقل يعني ما يكونش السين ديالك اقل من هكا اقل من 20 سنة يكون عندك 21 سنة الفق من 21 سنة الفق وكذلك يعني احتل 30 سنة يعني 30 سنة واخر عدد وقدر بعد مرات في بعض الامام يعني كيزيدو في السين اللي ما عارفين يكونوا خمسة وثلاثين عام يعني لحسب لحسب الشروط ديالهم ولكن الشروط اللي دائما كل عام كالتعاود وهي السين ما بين 21 سنة كاقل سين وثلاثين سنة كاكبر كاكبر سين طول هاد المباراة هذي كنترولة لبنات مترو خمسة وثلاثين وكذلك الشهادة المطلوبة هي باكاري وكذلك باكاريوريا أو ديبلوم تأهيل مهاني واحد فيهم إما باكاريوريا اما ديبلوم تكون مهاني والمباراة اللي نتكلم على حالاً اللي جاية هي في الدراق وهي مباراة الدراق الملكي بالنسبة لهذا الدراق الملكي فهي مطلوب فيها إينات وكذلك الدكور باكاريوريا تكون جديدة عند عامين يعني داد العام أو العام اللي فات باكاريوريا متوفرين على قامة مترو سبعين بالنسبة للدكور ومترو ثمانية والسين بالنسبة للإينات السين 18 سنة وما بين 18 سنة و 24 سنة يعني 24 سنة و 18 سنة وعازي بطبيعة الحال ما يكونش مزوجة أو مزوجة هذا مشروط الدراق الملكي فهي مباراة دياله تكون ما بين شهر 5 أو آخر دياله أو بداية شهر 6 مهم الساعة الدوليات هي مباراة لزوينة والساعة الدوليات وغادي تنزل وان شاء الله كذلك واندوزوا حالا تكلموا لها مباراة أخرى وهي حول القوات المسلحة الملكية وهذه المباراة تكلمت لها فيديو سابق حول الشروط دياله ولكن اليوم غادي نفصل فيها وبنسبة للتليكي يقولوا التوقيت دياله المباراة فهي تكون كذلك في أواخر شهر 5 وبداية شهر 6 بالنسبة للعود الشروط ما عليش 18 سنة ما بين 18 سنة تكون أقل سنة و 23 سنة كأكبر سنة بطول باكالوريا جديدة تكون ثلاثة سنة إما تحطط المباراة في 2021 فالباكالوريا تطلب في 2020 و 2019 يعني ثلاثة سنة يكون لدي ثلاثة سنوات وبنسبة للعود المباراة كنا فيها اختصاصات كبيرة كنا نضع على القوات المسلحة ضباط صف فهي عند بزاف اختصاصات منها قناة القوات البرية القوات البحرية والقوات الجوية والقوات البرية فهنا تطلب باكالوريا علمية باكالوريا علمية باكالوريا تتجل في قوات البحرية او القوات الجوية فهي عند بزاف اختصاصات الآن نشرحهم الآن طبيعة الحلمة سوف نفصل في القوات المسلحة الملكية القوات البرية طبيعة الحلمة ممكن انكم تدفعوا فيها بالنسبة للدوكور انهم مختصص اللي يدفعوا للدوكور وانهم اللي بجوج بهم ممكنة وكذلك الباكالوريا المطلوبة واش هي علمية او الادبية وانهم مبجوج وانهم من دوبر موشت فهي خاصة فقط بالدوكور الباكالوريا جميع الشعب وانهم مدرعات فهي فقط مختصة بالدوكور فاقد ممكن ان يدفعوا فيها باكالوريا جميع الشعب مدفاعية فقط الدوكور سواء باكالوريا علمية الناس الذين يدفعوا بالنسبة للهندسة فهي طلبين فقط دوكور باكالوريا علمية المدليون باكالوريا جميع الشعب هنا ممكن يدفعوا للعلميين وكذلك فهي مختصة بالدوكور الرياضة العسكرية جميع الشعب وهنا يمكن يدفعوا فيها الدوكور او الينس ممكن تدفعوا لها الرياضة العسكرية فالناس اللي يمتبع معايا الفيديو يمتبع معايا فيه ممكن ان الدفاع فتقيدت الشيادة فش ان شاء الله ميجي المباراة تركز على حاجة واحدة تقلب عليها لعادة شحن مطلوب او لا تدفع فيهم بجوجه فممكن اش مشكل غير هو تقيد انهما اللي ممكن ان ادفع فيهم وش الباكالوريا لكينين شرط متوفرين اي شرط بالليكم توفر فيكم فقيدوا باش توقعوا عقلين فيه ميجي المباراة مباشرة تتقلبوا عليه بلا مستقلبوا لك ولك بلا مستددوا تبحثوا وش هاتي صالحالي وش هاتي صالحالي وش هاتي صالحالي شنا تكونوا عارفين ووضحين الامور مزيان نكملوا كما قلت لكم ان الرياضة العسكرية فهي جميع الشعب علمية ولا ادبية ماشي مشكل الخيالة فقط دكر وجميع الشعب ادبية ولا علمية ماشي مشكل وخلقين خاصة بالدكر بالنسبة النقل كان باكالوريا علمية مطلوب فيها وكذلك فقط دكر المواصلة السلكية واللاسلكية باكالوريا علمية وهنا كنا يا دكر يا ايناس بش بكم ممكن تخلو لهذا الاختصاص وخاصة المواصلة السلكية واللاسلكية اما الباكالوريا المطلوبة كما قلت لكم فهي علمية العتاد فهي باكالوريا علمية مطلوبة فيها فقط دكر لا يمكن الايناس يدفعوا في هذا المجال هذا بالنسبة التموين جميع الشعب دكر واينت ممكن انكم تدفعوا لهذا التموين هذا الصحة العسكرية وهنا يدفعوا لها الدكر والاينت باكالوريا علمية اما الباكالوريا المطلوبة فهي باكالوريا علمية المصالح الاجتماعية هنا فقط كينين الاينات اللي ممكن انهم يدفعوا لهذا المجال هذا المصالح الاجتماعية بنسبة الباكالوريا المطلوبة فهي جميع الشعب مهمة دون مختصصات اللي فيهم الخاصة بالقوات البررية كما اقول لكم ان القوات البحرية والقوات الجوية فهي بجيش بهم مطلب فيهم باكالوريا علمية وان شاء الله ميعت تحت المباراة اكيد غادي نفصل فيها وطريقة سجيل لها وشحال وشحال طالبين فيه ودكشي كامل مهمة دون مباراة اللي قدرنا انه نجيبوها لكم اليوم ان انا نطاولوش الفيديو كل مرة غادي بقاطعكم اخبار بحلقايا ففكرت على انني كل مرة ننزل الفيديو بحلقا نطايل اخبار المباراة اللي قريب باش انتم تستعدو لها وتعرفوها تشيلي كاين في هذا الفيديو هذا نتمنى انها تكون عجباتكم الفكرة وعجبكم الفيديو ولا بغيت وشوص اخر حول مباراة اخرى فمعليكم الا تكتبوهمني في التعليقات او دخل العندي الخاص الخاصة اوة كيبن لكم الان اما انستغرام اما صفحة فيسبوك بجو بيون كنجوبو الجميع تشيلي كاين انو كذلك لعنكم شي اسئلة فرا انا كموقت لكم في الفيديو سابق را غادي نجوب الاسئلة ديالكم كاملين بكم في واحد الفيديو غادي نخصص في فقط الاسئلة ديان الناس يعني انتوما تشيلي كاين في هذا الفيديو نتمنى انو كننفادكم ونطلقا ان شاء الله في الفيديو الجاي موسيقى